بمراسبة كهروبة عندنا برضو كلام عزين نتكلم حضراتكم فيه يخص كهرباء ويخص النادي الأهلي وقبل الاتنين يخص الأخلاق لأن طبعا النادي الأهلي دايما بياخد حقه بالقانون زي ما احنا متعودين منه ودي طبعا طبيعة المبادئ والأخلاق مبارح النادي الأهلي تقدم به ثلاث شكاوي إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة وكمان لجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناتنا دي الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الأهلي بأرفاظ يعني يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والسعلوك وقليل الأدب وحاجات كتير أول حقيقة الكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء وده ممكن يبقى وصف يعني محايد جدا للنوع الكلام اللي احنا بنتكلم عليه وكذلك قيام رئيس النادي باستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته وهو الأمر الذي يعني يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ونوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية طلب النادي في شكوى بتطبيق اللوائح بوصف رئيس نادي زمالك ممثلا لنادي قدم النادي حافظة مستندات تضم مجموعة استوانات مدمجة بتحتوي على نمازج من التجاوزات والسب والشتمة الذي قام به رئيس نادي زمالك في حق اللاعب محمود كهربا وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤولي طبعا يعني احنا بدورنا بنكتفي بقراءة بيان النادي لحضراتكم وأكيد خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة هنشوف إيه اللي هيحصل في هذا الإطار ولكن احنا بطبيعة الحال بنتكلم عن أمر مؤسف جدا أكيد ما كناش نحب أن احنا نتكلم في حاجة زي كده وأكيد ما كناش نحب أن تبقى دي الروح الموجودة أو دي طبيعة السلوكيات اللي بنشوفها كل فترة والتانية يعني نرجع ونور ربنا يصلح الأحوال يا رب ان شاء الله تمام بس لإصلاح الأحوال لازم بيكون فيه قانون ولازم بيكون فيه محاسبة ولازم بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا فأنا بشوف دايما وده اللي معودنا عليه النادي الأهلي أن أنا لما باجي أخد حقي لما حد بيغلط فيها أنا بلجأ لأسلوب مقراقي أسلوب مختلف وهو بلجأ للقانون بلجأ للقانون لأن أنا في دولة قانون ودولة محترمة فأنا بلجأ فيها للقانون لما حد بيدسلي على طرف أو حد بيغلط فيها ما بنردش بنفس الطريقة ما بنسقش بنفس الطريقة ما بنتكلمش بنفس المستوى احنا عندنا قصص عندنا كيان بنحافظ عليه قدام نفسنا قبل ما قدام العالم كله فخطوات اكثر من رائعة ده اللي كابتن محمود الخطيب معودنا عليه كابتن محمود الخطيب عمره ما كان بيسامح او بيخفى الحق من حقوق النادي الاهلي او اي حد بينتمل هذا الكيان وده مش كلامة اللي بقوله لحضراتكم نرجع كده لكل المشاكل اللي فاتت ما فيش مرة واحدة كابتن محمود الخطيب ساب حق النادي الاهلي او ساب حق حد تابع للنادي الاهلي كله كان بالقانون بيتم وكله بياخد مجرى زي ما بتقال كده القانون بياخد مجرى فخطوة رائعة نتمنى وزي ما انت قلت احنا هننتظر وحنكتفي بقراءة هذا البيان وعند لاش معلومات اكتر من كده هننتظر ولو في جديد فهذا الملف اكيد هنوافع حضراتكم لحظة بلحظة